حكم الدين الإسلامي في الاحتكار ببساطة شديدة جيدة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراتك المستقيم وعلى آله حق قدرك ومقدارك العظيم وبعد اختصارا الاحتكار حرام ذا ملخص الحكم الشارع صريحة كده واضحة وصريحة الاحتكار حرام عندنا نصوص كثيرة جدا 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 حملها العلماء على حرمة الاحتكار منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون فانظروا فعلى من يقع اللعن أيضا قال صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ وكلمة خاطئ هنا ليس معناها يسير أو المعنى اليسير اللي بتبادر إلى أزهاننا ولكن انظروا في القرآن الكريم سنجد أن الله سبحانه وتعالى وصف فرعون وهامانا وجنودهما بأنهم كانوا خاطئين إن فرعون وهامانا وجنودهما كانوا خاطئين فانظروا ربنا وصفهم بالخطأ لأنهم كفروا لأنهم عصوا لأنهم تجبروا فوصفهم بهذا الخطأ بالرغم من أن معصيتهم كبيرة فمعنى الخطأ هنا ليس المعنى اليسير الذي يتبادر إلى أزهاننا ولكنه المعنى الكبير أيضا سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا آخر فقال بئس العبد المحتكر إذا سمع برخص ساءه وإذا سمع بغلو يعني جعله فرحة أو فرحة بالغلو غلو ثمن السلعة لأن ده يعود عليه بمصلحة شخصية موسم بقى بالضبط كده لكن حضرتك لو نظرنا إلى التشريح الإسلامي سنجد تشريح متوافق جدا ومتصق جدا مع جميع الأطياف مع جميع الأصناف يعني عاوز يكون فيه عدل في الاستخدام عدل في التجارة عدل في سياسة استخدام الأموال فنجد أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فالاحتكار نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل ليه؟ لأن الاحتكار هو عبارة عن أن بحب السلعة معينة يحتاج إليها الناس من أجل أن تنظر تكون ندرة في السوق حتى أتحكم في سعرها فبالتالي يقع ضرر على كثير من الناس بالرغم من أنه لو استخدم طريقة أخرى من طرق التجارة زي الطرق الحلال مثلا زي أنه يشتري سلعة ويبيعها بمكسب قليل أو مكسب يسير كده على الناس ثم اشترى غيرها وبعها بمكسب أيضا يسير فيسير مع يسير مع يسير يكون المبلغ الكثير وهنا عين البركة طبعا لأنه راعى مصالح الناس